بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الإمام بن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل أي خلط الحق بالباطل وتمويهه به أي تزيين الباطل وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال أبو العالية رحمه الله ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس رحمهم الله نحوه وقال قتاد رحمه الله ولا تلبسوا الحق بالباطل قال ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام إن دين الله الإسلام واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وروي عن الحسن البصري رحمه الله نحو ذلك وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابق وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم جحدوا وكذبوا وكتموا والعياذ بالله أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروي عن أبي العالية رحمه الله نحو ذلك وقال مجاهد والسد وقتاد والربيع بن أنس رحمهم الله وتكتموا الحق يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوذ أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال الزمخ شري وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وتكتموا الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوذ أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب المخلوط بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال مقاتل رحمه الله قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا منهم ومعهم وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص وقال وكيع عن أبي جناب عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال مئتان فصاعد أي نصاب الفضة مئتا درهم فإذا بلغ مالك مئتا درهم وحال الحول فعليك أن تؤدي الزكاة والذكاة ربع العشر المئة ريالين ونص وقال المبارك ابن فضالة رحمه الله عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان العجمي التيمي عن الحارث العكلي رحمهم الله في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال الصدقة الفطر فالصدقة الفطر هي أيضا الزكاة عن كل مسلم صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد قبل صلاة العيد وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة وقد استدل كثير من العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الجماعة الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال وبست ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وقد تكلَّب القرطبي رحمه الله على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد أي أتى بكلام طيِّب رحمه الله فصلاة الجماعة واجبة على الرجال رحمك الله أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يقول تعالى كيف يليقُ بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم أفلا تعقلون ما أنتم صانعون وتتبصَّروا من عمايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاد رحمهم الله بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيَّرهم الله عز وجل وكذلك قال السد فيجب على المسلم أن يمتثل أولا بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يأمر غيره ويجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينهى الناس عن المعاصي وقال ابن جريد رحمه الله أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به النأس فعيَّرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشدَّ الناس فيه مسارع يعمل أولا ثم يأمر الناس وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي صلى الله عليه وسلم وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرم حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختيان عن أبي قلاب رحمهم الله في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتن لا يفهم الرجل كل الفهم حتى يبغض الناس الذين يعصون الله ثم يرجع إلى نفسه فيبغض نفسه على المعاصي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن شيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حج لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه قال مالك عن ربيع سمعت سعيد بن جبير رحمهم الله يقول يقول له لو كان الأمر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء من أمر من أمر أحد بمعروف ولا نهي عن المنكر وقال مالك وصدق منذ الذي ليس فيه شيء قلت ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصير فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشق والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي ابن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميم الهجيم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه أياذا بالله هذا حديث غريب من هذا الوجه قال المعلق وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ورجالهم وثقون فيجب على المسلم أن يعمل الخير ويأمر الناس به ويترك المنكر وينهى الناس عن المنكر حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه بن حنبل في مسنده رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد وابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون تقص شفاههم بمقراض من نار لأنهم يعبرون الناس بالبر وينسون أنفسهم نسأل الله السلام والعافية ورواه عبد بن حميد رحمه الله في مثنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن السلم به ورواه بن مردايا رحمه الله في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن السلم به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن السلم به ثم قال ابن مردايا رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ اسم بلد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمام عن أنس رضي الله عن قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل عليه السلام قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم نسأل الله العافية وأخرجه ابن حبان رحمه الله في الصحيح وابن أبي حاتم وابن مردايا رحمهم الله أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن الدينار الختن زوج البنت عن مالك بن الدينار عن ثمام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاهم فقال يا جبريل علي السلام من هؤلاء قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون حتيثنا آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يا علا بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه وأنا رديف ألا تكلم عثمان رضي الله عنه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه أن ينبغي نصح ولاة الأمور سرا والله والله لا أقول لرجل إنك خير وإن كان علي أميرا بعد أن سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما سميته يقول قال سميته يقول يجاء برجل يوم القيامة يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه أي أمعائه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه عياذا بالله ورواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه رحمه الله وقال أحمد رحمه الله حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء يعني يعفوا عن الجهال الذين ما علموا ما لا يعفوا عن العلماء الذين علموا وخالفوا قال المعلك ورواه أبو نعيم رحمه الله في الحلية من طريق الإمام أحمد رحمه الله وقال هذا حديث غريب تفرَّد به سيار عن جعفر ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل رحمه الله وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله هذا حديث منكر حدثني به أبي وما حدثني به إلا مرة يعني استنده لا يصح ورواه ابن عساكر رحمه الله في ترجمة الوليد ابن عقبى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل أسأل الله العافية رواه من حديث الطبران رحمه الله أن أحمد بن يحيى بن حيان الرق عن الشعب عن الوليد بن عقبى رحمه الله فذكره وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أو بلغت ذلك قال أرجو قال إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله ففعل قال وما هن قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حكمت هذه قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عن أحكمت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك تأمر نفسك أولا وتنهاها عن المعاصي رواه ابن مردايا رحمه الله في تفسيره وقال الطبراني رحمه الله حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن الحريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العواب بن حوشب عن سعيد بن المسيب ابن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخي إني لأكره القصص الثلاث إني أكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليهوني وما أحسن ما قال المسلم بن عمر رحمه الله ما أقبحت تزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيدك لو كان في تزهيدك صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود وقال وقال بعضهم جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشى يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض قد فضح الناس بالبكاء وقال أبو العتاهي الشاعر وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع قال أبو الأسود الدولي رحمه الله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الواحد ابن الزيد البصري العابد الوعظ قال دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة فقيل لي في المنام هي امرأ في الكوفة يقال لها ميمون السوداء فقفزت الكوفة لأراها فقيل لهي ترعى غنما بواد هناك فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يستو الذئاب عليهن فلما سلمت قال يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم فسألتها عن شأن الذئاب والغنم فقالت إني أصلح ما بيني وبين سيدي أني ما بيني وبين الله فأصلح ما بين الذئاب والغنم فقلت لها عظيني فقالت يا عجبا من واعظ يوعظ ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت مواذين القسط العدل على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتقى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب يا واعظا قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى عنه وأن تستقي محقا هذا من المنكر العجيب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهاء كالبريب لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب البعد وبعد الوحشة ثم أنشأت تقول قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يقول تعالى آمرا عبيدة فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل ابن حيان رحمه الله في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد رحمه الله قال القرطبي رحمه الله وغيره ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن حرعان جري ابن كليب الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه سلم قال الصوم نص الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي هي البعد عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء الإبادات وأعلاها فعل الصلاة فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله اللهم اغفر لنا وتجاوذ عنا وتوب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء الإبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن وبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن حمزة ابن إسماعيل حدثنا إسحاق ابن سليمان عن أبي سنان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وحسن 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 الصبر عن محارم الله الصبر عند المصيبة والصبر اجتناب المعاصي وتقوى الله جل وعلا قال ورؤي عن الحسن البصري رحمه الله نحو قول عمر رضي الله عنه وقال ابن المبارك رحمه الله عن ابن لهيعة عن مالك بن ذينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر وقال ابو العالية رحمه الله في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثباته الأمر كما قال تعالى اتل ما اوحي إليك من الكتاب اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال الإمام وحمد رحمه الله حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحي بن زكري بن أبي زائدة عن أكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخوه حذيفة قال حذيفة رضي الله عن يعني ابن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى أي إذا اشتدى عليه أمر صلى ورواه أبو داود رحمه الله عن محمد بن عيسى عن يحي بن زكري عن أكرمة بن عمار كما سيأتي فإذا اشتدى عليك أمر صلي أطلب الله يفرج عنك سبحانه وتعالى وقد رواه ابن جرير رحمه الله من حديث بن جريل عن إكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة إذا اشتد عليك أمر صلي أطلب الله أن يفرج عنك جل وعلا ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود عسكري حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة قال قال إكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدولي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب عندما اجتمع الكفار وهو مجتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب عن أبي إسحاق سمع حارسة بن مضرب سمع عاليا رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح فنصره الله جل جلاله قال ابن جرير رحمه الله وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو منبطح على بطنه فقال له إيش كنب درد يعني بطنك يولمك قال نعم قال قم فصل فإن الصلاة الشفاء ومعناه أيوجعك بطنك قال نعم قال ابن جرير رحمه الله وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي حدثنا عيينا ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنه ما نعي إليه أي أخبر بموت أخوه قثم وهو في زبر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهم الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله إذا اشتد عليك أمر اصبر وصل فر يهرج الله عنك والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير رحمه الله ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصي بذلك قوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقا هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي الصلاة أي مشق ثقيلة إلا على الخاشئين اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين قال ابن أبي طلح عن ابن عباس رضي الله عنه يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشئين الخايفين وقال مقاتل ابن حيان رحمه الله إلا على الخاشئين يعني به المتواضعين وقال وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه وقال ابن جرير رحمه الله معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضى الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته جل وعلا هكذا قال والظاهر أن الآية خطابا في سياق إنذار بن إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون أن يوقنون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي وإن الصلاة أو الوصاح لثقيل إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم أن يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيام معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظنًا يظنون أي يوقنون والشك ظنًا نظير تسميتهم الظلم سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده يظنون بمعنى يوقنون كما قال دريد من الصم فقلت لهم ظنوا بألفين مدجج سراتهم في الفارسي المسرد يعني بذلك تيقنوا بألفين مدجج أي مقاتل يأتيكم وقال عميرة ابن طارق بأن يعتزوا بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجمة يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجمة قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية ومنه قوله قول الله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد رحمهم الله قال قال كل ظن قال كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا وبمعنى اليقين وحدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قال كل ظن في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح يعني الظن بمعنى اليقين وقال أبو جعفر الراز رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الظن ها هنا يقين يظنون أن يوقنون قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن مجاهد والسد والربيع بن أنس وقتاد رحمهم الله نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج رحمهم الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم يظنون أن يعلمون ويوقنون فقوله إني ظننت أني ملاق حسابي يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلام رحمه الله قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أذوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أفظننت أنك ملاقي يعني علمت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني يا ذنب الله وسيأتي مبسوطا عند قوله نسوا الله فنسيهم إن شاء الله والله تعالى أعلم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتاد وإسماعيل بن أبي خالد رحمهم الله نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه عليه سلم أفضل منهم لقوله تعالى فطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بهذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي المساند والسنن رحمهم الله عن معاوية ابن حيدا القشيري رحمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله يعني بالشروط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والأحاديث في هذا كثير تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم لك الحمد اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وثبتنا على الإيمان بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاجتمال أمتهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم حكاه القرطبي رحمه الله في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها شفاعة ولا يُخَذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات لما ذكرهم الله لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال تعالى واتقوا يوماً يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاً أي لا يُغني أحد عن أحد كما قال تعالى ولا تذروا وازرة وزر أخرى وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً فهذه أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يُغني أحدهما عن الآخر شيئاً اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين وقوله تعالى ولا يُقبل منها شفاعة يعني عن الكافرين الكافر ما أحد يشفع فيه كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فالكفار والمشركون والمنافقون لا شفيع لهم إنما الشفاعة للموحدين بعد إذن الله ورضاه اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقوله تعالى ولا يُؤخذ منها عدل أي لا يُقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقُبِّل منهم ولهم عذابٌ أليم وقال تعالى وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤخذ منها وقال تعالى فاليوم لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذيجاه ولا يُقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهب كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَّة ولا شفاع وقال لا بيع فيه ولا خلال وقال سُنَيْد رحمه الله حدَّثني حجَّاج حدَّثني ابن جُريج قال قال مُجاهِد قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يُخَذ منها عدل قال بدل والبدل الفدية وقال السُدِّي أما عدل فيعدلها من العذاب يقول لو جاد بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تُقُبِّل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربي بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله ولا يُخَذ منها عدل يعني فداء قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتاد والربي بن أنس نحو ذلك رحمهم الله وقال عبد الرزاق رحمه الله عن بأن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة الصرف التطوع والعدل الفريضة وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمر عن عمير بن هاني وهذا القول غريب هنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير رحمه الله حدثني نجيح من إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر بن قيس الملاء عن رجل من بني ومية من أهل الشام لم يذكر اسمه أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل قال العدل الفذية أي لا يقبل من أحد فذية وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذوجاه ولا يقبل منهم فذاء هذا كله من جانب التلطف ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فذية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يجيره منه أحد كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ظلوا عنهم قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم تمانعون منا حيهاتا ليس ذلك لكم اليوم قال ابن جرير رحمه الله وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فذية بطلت هنالك المحابات وضمحلت الرشاء والشفاعات وارتفع من القوم التعاون والتناصر وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم أجرنا من عذابك اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون كما خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته أي أفزعته رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القفط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر